أبناء طالبة وطالبات التعامل الفن الصناعي تخص غزل ونسيج أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس السلامة والصحة المهنية للصف الأول جدرات أهلاً وسهلاً بكم وعايزين النهاردة إن شاء الله نستكمل رحلة بتاعتنا وكنا توقفنا في اللقاء السابق في حلقة الماضية عند أسباب حدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج وقلنا يا أبناء وبناء الطالبة إن عندنا ست أسباب لحدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج وعايزين نتذكر مع بعض ست أسباب عشان نبدأ نشرحهم إن شاء الله ودي حلقتنا النهاردة وقلنا إن أول سبب من أسباب حدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج هو القهرباء مش القهرباء المباشرة هي اللي بيسبب الحرائق ولكن سوء استخدام القهرباء هو اللي بيسبب الحرائق فلو عندنا سلوك انكشفت سلوك غير مكسية دي بتسبب شرار وبالتالي ممكن تحدث شرارة تبدأ تسبب حرائق لو عندنا تحميل زايد على كابل من الكابلات والكابل خد حمولة أكتر من حمولته ده يؤدي إلى إن السلوك الأضعف تبدأ تنصهر وتشتعل وبالتالي تسبب حرائق يبقى أول مصدر من مصادر وسبب من أسباب حدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج هو القهرباء السبب الثاني عدم ضبط درجة الرطوبة داخل المصنع اتفاعل المرة الماضية أن كل مصانع الغزل ونسيج بيبقى فيها نسبة رطوبة على درقتين داخل المعمل اللي بيتم القياس فيه الجودة وموصفات الخمات بتكون نسبة رطوبة 65% أما في صالة الإنتاج الفعلية بتكون نسبة رطوبة 75% فنسبة الرطوبة دي لها وظفتين أساسيتين الوظيفة الأولى أنها بتمنع اشتعال الخيمات النسجية لو حصل شرار السبب الثاني بنحافظ بيها على أن العامل لا يصاب بأمراض مهنية في الصدر بسبب أن الزغبار والشعيرات لما تتطاير أو الغبار بتاع القطنية تتطاير ده ممكن نصيب العامل بأمراض صدرية لكن رطوبة بتسبب أن هذه المواد الخفيفة لما تتشبع بيها بتبدأ تهبط إلى إيه بحكم الجاذبية إلى إيه إلى أسفل وموجود شفطاته وفلاتر وتبدأ نتخلص منها السبب الثالث عندنا من أسباب حدوث الحرائق في مصال غزل النسيج هي الأعمال الساخنة الأعمال الساخنة زي جزء زي ما قلنا عندنا بعض أجزاء في الماكينات عرضة لحدوث كسر فبنجيب عامل اللحام مشرف اللحام بيكون موجود معاه ويبدأ يلحم الجزء الانقصر دوت في الماكناة في مكانها الماكناة أوزنها كزطن لازم يتم استبعاد جميع الخامات مسافة أبعد من مصدر الشرر لأن لو الخامة قريبة من مصدر الشرر بتاع اللحام هنا ممكن الخامة تلقطوا بالتالي إيه يحدث الاحتراق السبب الرابع عندنا عدم اتباع برنامج النظافة احنا عندنا برنامج الصيانة من ضمن برامجه برنامج النظافة للزغبار بنتيجة عملات النسيج وارتفاع الخيوط وتحرك الخيوط بيطلع زغبار من الخامات فالزغبار ده بيبدأ يتراقم نسبيا فلابد من عملية شفط لي الزغبار ده بحيث لو حصل الشرارة لأي سبب أو احتكاك في المكان لابد من إيه يكون هذا الزغبار تم استبعاده ونظافته أولا بأول تراقم الزغبار ده هيقدي لما تحدث الشرارة هيلقطه وبالتالي يبدأ يشتعل طيب السابق اللي بعد كده عندنا من أسباب حدوث الحراكة في مصنع الغزل ونسيج أن بعض العمال بيبدأ بعد ما هو أثناء تشغيل الورداء بتاعته بيبدأ يرص المنتج حوالي المكان المفروض فيه عمال من أولى بي على طول أول بأول بيتم حمل هذه المنتجات اللي تم إنتاجها وتحملها إلى إيه؟ إلى المخازن أو إلى مرابط الجودة إلى الخطوة التالية لها يعني في المصنع حسب خط السري اللي المكان شغال فيه حسب المرحلة للعمل شغال فيها طيب العامل ما كومش أو ما ستفش المنتج ده باشيء كويس جد حصل أقدره شرارة في المكانة يبقى ما تلاقيش المنتجات اللي تبدأ إيه؟ تلقط وتبدأ تشتعل هذه المنتجات وخاصة أن جميع المنتجات اللي عندنا وجميع المواد الخامل اللي عندنا اللي بنصنعها في مصانع الغزل ونسيج كلها قبلة بل وسريعة الاشتعال سواء كانت خامات طبعية أو خامات نصف صناعية أو حتى مواد مستخدمة في التصنيع السابر السادس والأخير اللي هو يوضع منتجات أو خامات بجوار لوحات توزيع الكهرباء زي ما احنا عارفين فيه لوحات توزيع الكهرباء على مسافات من جهد الجهد فطبعا اللوحة الكهرباء دي فيها مجموعة مفاتيحة طب المفاتيح ديت ممكن يحدث نتيجة تحميل يحصل شرارة صغيرة لو فيه منتج مرصوص حوالي اللوحة ممكن يلقط منها الشرارة دي يبدأ ايه يحدث الاشتعال تعالوا بقى نمشي كده مع بعض في الرحلة بتاعتنا ونشوف نقطة نقطة اللي احنا كرمنا عنهم كده أول نقطة هي القهرباء وجود وصالات كهربية مكشوفة وعدم الاستخدام الجيد لمصدر الطيار الكهربي زي ما قلنا نحن نحمل جهد أعلى من حمولة الكبل ده هيؤدي إلى حدوث شرار وبالتالي يحدث اشتعال أو احتراك السابق الثاني احنا اتفقنا وشوفنا مع بعض في الحلقة الماضية ان سقف مصنع الغازل والنسيج مجهد ومنقول 75% يعني كل متر مكعب بيحتوي على 75% منه بخار مية لو ما حافظناش عن نسبة الرطوبة دي عشان نجعل جميع الخامات والألياف في حالة تشبع من الرطوبة ومن المية يبقى في حالة حدوث شرارة هتبدأ هذه الخامات تشتعل السابق الثالث تخزين المواد الخام بجوار الماكينات الماكينات دي بتعمل بسرعات عالية جدا وفيه ماكينات منها بتكون سخنة احنا عندنا بنعمل عمية طبيض بنعمل عملية سباغة دي كلها بتتم في درجة حرارات الغليان طيب درجة الحرارات دي والاستلس والأحواض بتسخن وجود الخام جنب المواد الخام بتستفى جنب الماكينات ممكن يؤدي إلى حدوث ايه إلى حدوث اشتعل الأعمال السخنة اللي قلنا عنها اللي هي مواصلا احتاجنا نعمل عملية لحام لأي جزء صغير مقصور فطبعا مش هنشيل الماكينات الأربعة خمسة طن نوديها تتلحم بره لا ده بنجيب الماكينات اللحام جوه طبعا ده بيتم أثناء توقف العمل فالمهم لا احنا عارفين أثناء توقف العمل برضو الماكينات عليها خمات لابد من اتباع التعليمات السلامة والصحة المهنية بمنتهى الدقة أي استبعاد وإبعاد الخمات وأي منتج على الماكينة أو الماكينات المجاورة على مسافة أبعد من صدور الشرارة يعني لو عامل اللحام هيبدأ يلحم جزء ويقولي ده الشرارة بتاعة الجزء ده أنا بلحم كده هتبقى متطيرة تاتا متر أنا أبعد عنها خمسة ستة متر بالخامة وأنا هراجع الخامة تانية على الماكينة بس بعد إجراء عاملات اللحام السبب الخامس هو التدخين طبعا احنا عارفين أن التدخين ممنوع منع بات تنداخل مصاني غزل النسيج لأن احنا هنشوف بعد شوية فيديو كده لما نشوف بقى لما يحدث لقدر الله الحريق في المصنع الكلام ده مش نظري أنا عايزوا تستوعبو كلام ده زهنيا وتبقوا عارفين هو واقع وتعشوك واقع ملموس ننسى الدراسة النظرية فلما نشوف المصنع بيحترق المصنع بيروح كليا المصنع بيضيع كله أن طبعا سقف المصنع مصنع الغزل نسيج مجهزة بوحدة تكييف مجهزة بوحدة دخل رطوبة مجهزة بقياس رطوبة مجهزة بإضاءة معينة فطبعا كل التجهيزات العالية ده في السقف وفي تجهيزات في الجدران الشفطات الموجودة والفلاتر والأكاسل في الفلاتر كل هذه التجهيزات في لحظة لو لقدر الله بيحصل حريق بيأكل الأخضر وليابس يدمر السقف ويدمر الجدران بتجهيزاتها ويدمر أرضية بتجهيزاتها ويدمر المكان نفسه للمكان زي ما هو فيه أجزاء حديد فيه أجزاء بقليد فيه أجزاء بلاستيك لما تنصهر خلاص راحة المكانة وضعت المكانة وضعت الخامل عن مكانة وضع المنتج اللي تم إنتاجه يعني مصنع متكلف مليارات ممكن يضيع بسبب عقب سجار طبعا بنقول لإخواننا العمال والفنيين اللي بدخنوا هو دي حاجة شخصية بس تبقى خارج المصنع أما جوه المصنع وليحة المصنع كل لليحة أمن بتنص على أن ما فيش أي إنسان شغال في المصنع شغال في الإدارة أو شغال في خطو الإنتاج اسمه يدخل جوه المصنع مع عبية سجاير لكن برضو بيفلت بعض الأشخاص وبرضو يدخل عبية سجاير مخبيها ويجي في فترة البريك اللي هي المصنع بيديها نص ساعة أو تلت ساعة عشان يعمل ريفريش نفسه يستجد نشاطه بهم جاي مولع سجار يرمي العوب هنا أو هنا تمسك في زغبار متراكم الدنيا تولع المصنع راح كله عدم تفعيل برامج النظافة داخل صلاة الإنتاج ده بيقدل تراكم الغبار والزغبار الأهم حاجة الوبر الوبر والزغبار لأنه خفيف جدا ولو أي شرارة حصلت سواء من ماس كهرابي أو من مادة كيميائية أو من احتكاك جزء في الماكان ما تمشته زيته كويس أو زيت جف تماما وحصل حدث أي شرارة صغيرة جدا هذه الشرارة صغيرة جدا لما تنسل على الزغبار عطول يشتعل في التو في اللحظة يبقى إذن عايزين نقول لأبناء وابناء الطلبة عايزين درس ده نذكره كويس جدا ونستعبه كويس جدا لأن الوقاية خيره من إيه؟ شطار خيره من العلاج إحنا ده تقول عندنا ستة أسباب لحدوث الحرائق ومصانع الغازة ونسيج عايزين نتلاف الأسباب دي عايزين نتلاف أسباب حدوث حرائق بسبب كهرباء عايزين نتلاف حدوث حرائق بسبب انخفاض الرطوبة عايزين نتلاف الحرائق بسبب تخزين مواد جنب المكان أو عثناء العمال السخنة مبعدناش الخائم الخام عايزين نتلاف أن ندخل نرمعه بسجارة في المصنع حتى لو احنا برا صلط الانتاج برا صلط الانتاج برضو فيه نسبة زغبار زي ما قلنا سابقا في حلقة من الحلقات أن رغم وجود شفطات وجود فلاتر على الشفط وتستوعب التراب وتستوعب الزغبار وتستوعب الشعارات والكيس يتعبأ أوتوماتيك إلا أن أحيانا بسبب وجود عيب أو خلل في أحد الفلاتر فبيعد منه نسبة من الزغبار عالما بتاع السيانة يجي ويكتشف هذا العيب ويبدأ يصين الفلتر بيكون في نسبة من الزغبار خرجت وترقمت بجوار الجدار بتاع صلط الانتاج من برا فالعامل ممكن يشعر بالسجارة يلقي العقب بالسجارة تم مسكة في الزغبار ده مولعة فيه وانتفجأ بقى أن الدنيا ايه اشتعلت في المصنع فيه إجراءات وقائية في حالة حدوث الحرائق احنا منتفقين وفكركم وذكركم أن فيه مواصفة عالمية اسمها مواصفة الأيزو 45001 لعام 2018 هذه المواصفة بمثابة ليحة بمثابة لائحة متفق عليها كل مصانع العالم فمصانع العالم كلها توافقت على هذه المواصفة وهذه المواصفة تم إعدادها من قبل فنيين فنيين وعمال لأن العمال دول ما تستقلش بخبراتهم العامل الفني في المصنع نتيجة شغله سنوات وسنوات بيكتسب مهارات عالية جدا فعلشان تعمل مواصفة قياسية مضبوطة لابد أن احنا ناخد من خبرة العامل اللي اشتغل مهارة بإيده ونستفيد بالفني الفني اللي هو أنت حاصل على دبلوم اسمك فني لما تشتغل في المصنع بإيدك اكتسبت خبرات برضو نستفيد بخبرات المهندسين اللي هم الأكاديميين اللي هم درسوا دراسة أكاديمية كوكتيل مزيج من خبرات الفنيين مع العمال مع الأكاديميين مع المهندسين مع الأطباء اتعاملت مواصفة أيزو عشان منها بنحافظ على سلامة الخامة نحافظ على سلامة المنشأ نحافظ على سلامة المنتج نحافظ على المعدات والألات نحافظ رقم واحد وخلتها للآخر وهو سلامة العامل سلامة من الإصابة وسلامة من المرض المهني ففي إجراءات وقائية يجب اتباحها في حالة حدوث حرائق طب إيه هي الإجراءات الوقائية اللي احنا هنتباحها ده هي في حالة حدوث الحرائق أول إجراء عندنا مسؤول اسمه مسؤول الإخلاق في كل دور مسؤول الإخلاق في الدور معين بإسمه ومعروف بإسمه لده الجميع بيعمل حاجتين يضرب جرس الإنذار والحاجة التانية يرفع سكنة الكهرباء يفصل الكهرباء عن الدور دي مهمة مسؤول الإخلاق الأولانية فصل التاري الكهربي وإطلاق جرس الإنذار في مسؤول اسمه مسؤول الإطفاء ده غير مسؤول الإخلاق مسؤول الإطفاء ده معه فريق اسمه فريق الإطفاء بيكونوا مدربين تدريب عالي مع واحدة حماية مدنية وإنه وهن عنه سابقا في كل دور في مسؤول الإطفاء وفي مسؤول الإطفاء عن المنشأ كله في مسؤول الإطفاء عن المصنع المسؤولين الإطفاء بفرق الإطفاء بيكونوا مقسمين السلطة الانتاج قطاعات قطاع آلف قطاع به قطاع جيم قطاع دال قطاع به أو يسميه قطاع واحد قطاع اثنين زي ما كل مصنع بيعمل نفسه تأسيمه بالكروك اللي هو عايزه مسؤول الإطفاء مع فريق الإطفاء بيبدأ على طول في حالة حدوث حريق من هو الحريق لسه محدود لابد أنه ينطلق إليه بسرعة شديدة مع الفريق بتاعه ويبدأ يطفي الحريق الحريق الأبوكي يكون في مساعة ربع متر ممكن يكون في مساعة نص متر ممكن يكون في مساعة متر مربع في مساعة مترين ثلاثة سهل أوي طفاية حريقته مجامل سيطرة على الحريق بشرط بشرط أنك تختار الطفاية المناسبة يعني كل نوع حريق له طفاية مناسبة لو حريق بسبب كهربا ما رحش نجيب طفات مية هكهرب وهكهرب العمال لا حريق بسبب كهربا يبقى ثاني وسط الكربون هنشوف مع بعض الطفات تفكركم بها تاني وهنقول لأنواع بس نقول لكم بس الإجراءات الأول يبقى أن أول إجراء مسؤول إخلاق إطلاق جرس إنذار وفاصل طريق كهربا مسؤول الإطفاء مع فريق الإطفاء المعاون معاه يبدأ يتعامل معه وهنقول يتعامل إزاي يبدأ يتعامل معه مع الحريق في مهدو بيتم إخلاق الضور اللي في حريق لأنه طبعا إحنا عدينا الخمال بتاعتنا أبناء وبناء الطلبة الخامات النسجية لما بتولع لما بتشتعل بتبقى مطلعة نسبة كربون عالية جدا نسبة كربون شديدة القطن أو الصوف أو الكتان أو الجوت أو التيل أو الرامي أو هنقول مثلا خامة الحريق الطبيعي خامة الصوف خامة البول أكريليك المهير الكشمير كل خاماتنا النسجية التي تستخدم في صناعة الملابس والمفروشات جامحها بلا استثناء بتطلق نسبة كربون عالية جدا عندها احتراقها طب الكربون ده هتسبب في إيه؟ اختناء العمال فعشان كده بنخلي الدور حتى لو الحريق صغير يبقى بيتعامل معاه بأنه طبعا كل العمل بيعمل إيه لها أول ما سمع جرس الإنذار الأطلاق ومسؤول الإخلاقي أول حاجة يعملها يفصل الماكنة يعني يطفي الماكنة باور ويفصل التاركة ربع على الماكنة ده مهمته ويخلي مكانه من صلط الإنتاج يبقى دور كل فني شغال أو كل عامل ماهر شغال على الماكينات سأقوم يسمع جرس الإنذار هو مش أحد فرق الإسعافات الأولية وهو مش أحد فرق الإطفاء هو شغال عامل إنتاج فقط كل مهمته أنه هو يطفي الماكنة افسدك ربع على الماكنة انجب نفسك حسب خطة الإخلاق وقالنا سابقا أن العمال بيخرجوا من صلط الإنتاج بخطة يعني إذا كان عندنا 600 عامل معروف العمال مثلا من 1 إلى 50 باب واحد عامل من 51 إلى 100 باب اتنين عامل من 101 إلى 150 باب تات وهكذا يعني ما فيش عامل بيخرج من بابش بتاعه بيخرج من بابه هو عشان معروف السلم ومعارض السلم وتحمل درج السلالم يبقى محسوبة وبالتالي بيخرج إلى نقطة التجمع الأمنة عامل دوره المنتج دوره ينفذ خطة الإخلاق في حالة سماع الإنظار وحدوث حريق عندك شاف حريق بقى طب العامل طفل مكنة باور فصل الكهرباء عنها خرج حسب ترتيبه يعني هما لو من 1 إلى 50 يخرج من باب واحد ما يخرجش هو هو فسن عامل رقم 20 ما يخرجش قبل رقم 19 لا يبقى رقم 1 2 3 18 19 هو رقم 20 خارج وراء 19 21 وراء يعني خارجين قطار وراء مرتبين طبعا دي بتعاملها تمرين واثنين وثلاثة فمن كتر التمرين العمال بيجيدوا خطة الإخلاق تمرين وهمي يعني بنضرب بيتضرب جرس الإنظار على أساس أن العمال يتمرم رجليه تاخد على الإخلاق السريع يعرف دوره وترتيبه يبقى بيتعامل جرس الإنظار أكن حصل حريقة في المصنع أو حصل القادرة يزال في المصنع فعلى طول العمال بيبدأ ينفذوا خطة خطة الإخلاق بيتضرب عليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة فمن كتر هم يضربوا عليها يجيدوا الإخلاق بمنتهى السلاسة لا في حد تزاحم على درج سلالم ولا حد تزاحم عند أباب من الأبواب ولا أيها شيء من هذا القوي الإخلاق يتمي بسهولة أما فرق الإطفاء مش بتخلي فرق الإطفاء وفرق الأصحافات الأولية لها مهام وهنقول عنها فرق الإطفاء مهمتها إخماد الحريق ضر فرق الإطفاء داخل المصنع أنه يسيطر على الحريق فور حدوثه من هو لسه في مساحة محددة جدا لأنه كل مكان حريق مساحته صغيرة قوي كل مكان سهل إطفاءه ممكن بتطفية صغيرة تطفي وانتهى الموضوع أما لو هو لقى الموضوع التسع معاه أو استخدم طفية خطأ الحريق يبدأ يكبر شوية عايز طفيتين ثلاثة ما قدرش يبقى الموضوع هيتسع لأكتر لو ما سيطرش يبقى كده يكون صحنا طيبين المصنع كله راح زي ما نشوف في الفيديوهات مع بعض بعد شوية يجري التدابير اللازمة حالة حدوث مخاطر الكهرباء احنا قامدنا الكهرباء والمواد الكيميائية خلي بالكم بقولهم حكتنا هم بس حدوث مخاطر الكهرباء وحدوث مخاطر المواد الكيميائية لتنين دول غاية في الخطورة حدوث مخاطر الكهرباء لها معاملة خاصة حدوث مخاطر الكيميائية ايضا لها معاملة خاصة المواد الكيميائية بينبعث منها غازات سامة المواد الكيميائية المستخدمة زي ما احنا مثلا نجيب بالشاي الفتلة كده ونحط الشاي الفتلة او الكمون او الينسون المشروبات اللي احنا بنشربها دي في بيتنا وانت طالب تخصص غازل ونسيج انت في المصنع وانت شغال انت اللي بتعمل طبيض للفتلة دي وانت اللي بتعمل طبيض للكيس اللي فيه اشوات الشاي دول ازاي انت تشرب الشاي والكيس ده انت تعلم تماما ان مادة الطبيض والفتلة دي تم طبيضها بمادة بتسبب السرطان لانت المفروض تفتح الكيس الصغير وتفض الشاي وانت صب الماء عليه المغلي والسكر وتحلي اما لما تحط الكيس بالفتلة وتصب على الماء المغلي الماء المغلية هتنزل جزء من المادة الطبيض اللي في الخيط وفي الكيس هتنزلها في الشيء انت هتشرب وهذه المادة مادة ايه مادة مصرطنة مادة كمية مصرطنة هي لخلت القطن الفتلة دي كانت القطن ابيض مال الاسمرار او ابيض مال الاسفرار اتحول له الابيض الناصر انت شايفه فاذا كمان حتى انت من خلال دراستك للسلامة الصحة المهنية هتستفيد وتفيد غيرك وتلقي المعلومة ديه لكوروناعك الاخرين من الاقسام الاخرى اللي هم مش غازلون اسيق تعرفهم ان المادة اللي تستخدم في طبيض الخيط والكيس اللي هو الخاص به المشروبات لا دي مادة مصرطنة ما نستخدمهاش بالطريقة دي طيب يبقى اننا بنقول نجري تدابير في مخاطر الكهرباء ومخاطر رضي كمية مخاطر الكهرباء هنجري ثلاث اجراءات عشان ندبر امورنا في حالة حدوث مخاطر الكهربية يعني هيحصل حريق بسبب مواد الكهربية نازم نعمل ثلاث خطوات ثلاث حاجات اول حاجة عشان نمنحها يجب منع تراكم غبار الالياف وعظم موضع المواد الاولية اللي هي لسه ما انتجتش يعني والمواد المنتجة بشكل عشوائي غير منتظم في مكان عمل سواء كانت مواد خام ام مواد منتجة ما تتحطش في مكان عمل كده بدون ترتيب ولازم يبقى فيه تنظيف بشكل دوري للمكنة والادوات المستخدمة والماكينات وحول الماكينات كل مكان حول المكنة ما فيش فيه غبار ولا زغبار ولا منتجات مترقمة عند حدوث الشرار هيتم السيطرة لكن انت حطت منتجات مقفة للدنيا حول الماكينات ده دي حتى سهل لما تشتعلها تبقى تعمل حريق كبير وفجأة تاني حاجة لها تم التكديس للخمات والمنتجات بجانب اللوحات الكهربية انت لما تكدس خمات جنب اللوحات الكهرباء واللوحة التوزيع زي ما لسه يعني من شوية ما ممكن يحصل شرارة كهربية في المفتاح نتيجة حمل حصل على كبل ما كان بتقوم والكهرباء ضعيفة شوية فرح تعمل حمل زيادة فرح حصل شرارة في المفتاح الكهرباء اللي هو في لوحة التوزيع لو انت حاطت منتجات مستفع لوحة التوزيع بتاعت الكهرباء لا قطت الشرارة دي تبدأ تشتعل طب لو المنتجات دي لو كتيرة هيبقى الاحتراق كبير جنب مفتاح الكهرباء يبقى انت عملت حريق كبير وكمان سياحة مفتاح الكهرباء بسرعة زودت الحريق حريقي الاجراء التالت في مخاطر الكهرباء عشان نتقيها يجب التحقق من مصادر الاحتراق كل مكنة من الماكينات عندنا لها مصادر احتراق عندنا معدات بتتحرك بسرعة عالية عندنا معدات فيها اجزاء بتتحرك بسرعة عالية السرعة العالية دي بتنتج حرارة طيب وعندنا سخنات كهربية انت عشان تجري عميد صباغة او تبيض للخمات عندك سخنات اما بالغاز او عندك سخنات بالكهرباء يعني عندك كهرباء شغالة كهرباء مع حرارة لو انت ما راعدش الكلام ده يبقى اذا ممكن حدوث حريق اصبح سأل حدوث اشتعال وحريق اصبح ايه اصبح سأل لا يبقى اذا انا لما اجي ادخل على الماكينة هنجري مثلا في ماكينة بماكينات عملية صباغة يبقى الخمات اللي هي المطلوب اجراء الصباغة لها هي الخمات اللي جاية للماكينة فقط ما جيبش خمات اكتر من تشغيل العملية الكيميائية اللي هنعملها وستفها لا الخمات في مكانها وبناخد المناولة علشان نجري عملية الصباغة وندخل الخامة في الماكينة ونشغل اصبح كده في امان خلصة عملية الصباغة ابناء الطلبة يبقى بترفع الخامة من المرحلة اللي هي تم صبغتها الى المرحلة التالية اسكن قياس جودة او اختبار درجة ثبات الصبغة للي عامل كلها ثبات الصبغة اللي الكي لاحتكاك للعرق للغسين للمرحلة التالية لما الخامة تتناول من عندك من مرحلة الصباغة انا بديك مثال الى المرحلة التالية انت بقى تاخد المناولة الخامة اللي ما تصبغتش اللي عليها الدور انها ما تجيبش كمية خامات كبيرة تقول ليها في الوردية دي هاشتغل مثلا اربع طلبيات يبقى انا استفهم جنبي وادخل في الماكنة طلبية طلبية التراكم الخامة في حد ذاته انت كده ما تشبعتش بالرطوبة ان هي كميتها كبيرة يبقى خلط رطوبة ليلة والمكان نفسه بيسخن تشغل تسخين درجة صباغة بالتمع عند درجة ساعات درجة الغليان ولمدة عدة ساعات والطبيط كذلك طيب السخونة ما اعتراكم الخامة الخامة من السخونة القطن نفسه ده عليه نسبة من البلمرات والزيوت الطبعية شمع القطن فنتيجة ان انت حطه جنب حاجة سخنة يبدأ ايه يبدأ زيوت طبعية سيح تبدأ القطن ممكن اشتعل ذاتيا يبقى من هنا بيقال لك يجب التحقق من مصادر الاحتراق في اي مكانة من المكنات او معدنة من معدات اذا كان في مواضع بتحدث منها اشارر اذا كان في احتكاك طبعا بيأكد تاني على عدم موجود السجائر فيه كابلات بيحصل لها عميدة تقريض يعني الكابل بيخس كده وتلاقي الجلد او الكسوة اللي عليه بدأ التأشر دي على طول مسؤول السيانة الكهربية عشان يقص الكابل الحتة اللي ضعف دي ويبدأ يعمل وصل لها بطريقة صحيحة ويبدأ يكسيها من تاني ويأمن عليها هو مين اللي يعمل كلام ده كله مسؤول السيانة الكهربية طب خلاص حصل حريق بسبب الكهرباء حصل مش لسه هيحصل يبقى نعمل ايه ابناء الطلباء نعمل تات خطوات احنا كنا عاملين ثلاث وقايات طب حصل الحريق بالفعل يبقى اول حاجة نعملها نفصل مصدر الطيار الكهربية زي ما قلنا مسؤول الدور اللي هو مسؤول عن خطة الاخلاء بيعمل ايه مسؤول الدور في خطة الاخلاء بيفصل الطيار الكهرباء وضرب جرس الانزار الفني اللي شغال على المكنة بيوقف المكنة اسكت يد تشغيل او باور زرار وبعدين لما توقف خالص يبدأ يفصل عنها الطيار الايه يفصل عنها الطيار الكهرباء تاني حاجة ان هو بيستخدم معدات الاطفاء المناسبة لسا اردين من شوية وانا انا نفكركم بطفيات الحريق القهرباء والمواد الكيميائية بتتطفى بطفيات غاز ثاني اكسيد الكربون انسب طفاية لاطفاء او هي المناسبة لاطفاء اي حريق ناتجة عن شرر قهرباء وفيه عايزين حاجة تطفي كهرباء وفيه سلوك كهربية لسا ما زال بواصل فيها كهرباء يبهو غاز ثاني اكسيد الكربون يمكن ايضا اطفاء الكهرباء بمسحوق المواد الكيميائية مسحوق المواد الايه؟ الكيميائية دي نوع اخر من طفيات الحريق اسمها مسحي المواد الكيميائية او بيختصوها في كلمة واحدة بسموها الهيلون طفاية الهيلون لما بطفوا بيها الغابات انت شفت كتا طيارة في الغابات بتبقى طايرة بتطفي الحرائق بالهيلون ده اللي هي بضرة المواد الكيميائية الخاملة اللي بتمجام غطية على الحريق سواء كان كهرباء سواء كان بترول سواء اي حاجة بيتتناسب معا استدعاء الدعم اللي لازم للسيطرة على الحريق زي ما قلنا العامل الفني اللي شغال اللي هو عامل الانتاج او عامل المناولة ما هواش متخصص في الاطفاق ما تدربش على الاطفاق دوره في حالة حدوث الحريق اطفاق المكنة اللي هو واقف عليها او اس كان عامل من اولى الاتنين دول مهمتهم ايه مهمته ان هو يخرج في ترتيبه وفي دوره من الباب اللي هو مخصص له ويروح على وحدة التجمع بالمصنع مكان التجمع الامن يعني دوره ايه دوره ان هو يحفظ على سلامة نفسه في فرق تانية متخصصة ومتدربة تدريب عالي جدا على انها تطفي الحراء المتدرب هو اللي بيطفي لكن انت لك دور كمان يعني برضو بدلقاش سلبي ان انت بتتصل باقرب الوحدة الاطفاق وتقول لهم احنا عندنا حريق فصال تتاج رقم 3 في الجانب الشرقي في الجانب الغربي في الجانب الجنوبي يعني مهمتك بتنجي بنفسك والاتصال بالاطفاق وكل اللي عارفين رقم مطافي اللي هو رقم 180 فيه اجراءات احنا قلنا لسه من شوية ان احنا عندنا حاجتين لازم نتعامل معهم بمنتهى الحساسية يسبب حرائق من ضمن اسباب الحرائق 6 في المصانع يعني اسباب حدوث حريق في المصنع الغاز نوسيج 6 منهم المواد الكهربية والمواد الكيميائي المواد الكهربية والمواد الكيميائية لهم معاملة خاصة لهم معاملة ايه ابناء بنات الطلبة لهم معاملة خاصة القهربة ما ينفعش ان انا اطفيها باي حاجة لان لو تعملت معها خطأ ممكن اتسبب في حدوث زياد الحريق ممكن اتسبب ان القهربة دي في عندنا في المصنع مش 220 فولت زي البيت فيه 360 فولت فيه جهد عالي لان فيه مكينات تقيلة مواتير كبيرة فالجهد العالي ده لو انت اشتغلت معه غلط في الاطفاق ممكن سبب لصعق قهرابي الزميلك يبقى احنا عايزين نحافظ على زمينا بشيك 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 ونحافظ على انفسنا احنا اتفقنا ان السلامة الصحة المهنية بتحافظ على الجميع على البيئة المحيطة من لو اسهاش على المنشأ بتاعنا نفسه المصنع الجميل بتاعنا اللي احنا بنشتغل فيه وبننمي نفسنا وبننمي بلدنا به المصنع ده طيب فقلنا عندنا حاجتين القهربة والمواد الايه الكيميائي احنا عايزين نتكلم عن المواد الكيميائي ايه تدابير بقى اللازم او واجب اتباعها في حالة تصبح خاطر بسبب المواد الكيميائيه في مكان العمل يجب القيام بتحديد المواد الكيميائيه الخطره الموجوده في مكان العمل احنا عندنا المواد الكيميائيه انواع عندنا المواد الكيميائيه ابناء الطلبه انواع الاول حدد الماده الكيميائيه اذا كانت بسا الحمض او حمض الكابريتيك او حمض الهيدروكوليك او حمض الخليك ده احماض مش منبعث منها غاز قدر انها احماض حارقة في التلامس يبقى انا احتراسي منها هو التلامس انما مش منبعث منها غازات عندنا غاز زي غاز ثاني اكسيد الكابريت وهو غاز سام جدا بيستخدم في عمية الطبيض وكنا سبق كامنا عنه في حلقة سابقة فغاز ثاني اكسيد الكابريت او هايبوكولوروس السوديوم ودي مادة مختزلة اثناء الطبيض بتنبعث منها غازات لاننا حافين الكولور ايضا كغاز كولور غاز كولور غاز سام غاز سام سودي كابريت غاز سام فالغازات المنبعثة السامة دي تتطلب منا ايه تتطلب منا اولا في حالة حدوث حريق لابد ان احنا يكون التهوية شغالة كويس عشان عمال ما حصلوش تسمم الفلاتر اللي بتمنع خروج غاز سام للبيئة شغالة كويس واخدين بالكم وبالتالي تم السيطرة على الغازات المنبعثة يبقى لابد من السيطرة على الغازات عشان لما يحصل حريق ما نلاقيش البيئة المحيطة اتضررت من الغاز اللي عندنا طب ما احنا فيه حاجة لازم نعملها سطوب ووتش يعني ايه هي بقى السطوب مش سطوب وقت يعني سطوب مادة كيمويه نوقف التشغيل يعني لابد المكنة اللي هي شغالة عملية كيمويه بتطلع علينا غاز ثاني وستك يا بريد في حجرة الحجرة دي محكمات الغلق على طول نقف المحابس التشغيل بتاعت العملية الكيمويه ديه عشان يظل الغاز فيه القوارير وفيه المخزن بتاعه في التنكات الخاصة بيه يعني يبقى كده ايقاف العملية الكيميائية فورا حفاظا على عدم امبعاز غاز وفي نفس الوقت نحاول نتأكد ان الشفطات شغالة كويس الشفطات دي لها فلاتر ما نقلقش على البيئة مش هتسمح الفلاتر بخروجها كل ده الغاز ده عايزين نتخلص منهم عشان العمال اللي جوه ما يحصلونش تسمهم وفي نفس الوقت على الله اكبر يعني ما الحريق بيبدأ يأكل الفلاتر دي ويبدأ يكون يدمر المصنع يكون برضو ما ايه العمال نجينا بيهم من هذا الحريق طبع انتو ديسا الكلام كله نظر ورابعد ورابعد وكده هنشوف دلوقتي مع بعض الكلام ده هو بس في فيديو حالة حدوث مخاطر المواد الكيميائية هذه الحالة بيحصل استخدام المية في الاطفاق يعني احنا عندنا طفات حديقة اربع انواع قلنا القهربة غاز ساني وكسود الكربون طيب والمواد الكيميائية اللي هي خفيفة والمية هتبدأ تعاومها وتمشيها هنطفيها ايضا بساني وكسود الكربون او بطفاية المسحي الكيميائي يعني غاز ساني وكسود الكربون بيطفي لهوة نوعين من الحرائق بيطفي لهوة الحرائق الناتجة عن الكهرباء بيطفي الحرائق الناتجة عن المواد الكيميائي يعني طفاية غاز ساني وكسود الكربون طفاية مهمة جدا الطفاية التانية بتاعة طفاية الحريك بالمواد الكيميائية هذه الطفاية بتطفي جميع انواع الحرائق بس احنا قلنا انها غالية اقتصاديا فمرش بقى طف بيها قماش او خمات او ورق او خشب الورق والخشب والاشياء اللي مهاش مادة كيموية ولا فيها خطورة قهربية دي اطفيها بالمية يعني برضه لازم نراعي الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي لازم عبد ان يراعى في جميع اعمال الصناعة حتى وان كانت اطفاء حريك طبعا عارفين الاخشاب والاقمشة والاوراق والحاجات من هذا النوع بتبقى كمياتها كبيرة فهتحتاج كميات من البودرة كبيرة فتبقى الجانب غير اقتصادي فبالتالي نستخدم خراطيم المياه يبقى فيه خراطيم مياه للجميع الاشياء اللي بتحترك وليس بها مواد كيميائية وليس بها مواد كهربية يبقى الكيميائية والكهربية بيتم اطفاءهم بيه ابناء ابناء الطلبة ها شطار بطفاية غاز ثانيوكسيد الكربون مزبوط طيب المواد البترولية نطفيها بايه بالرغوي المواد البترولية زي البنزين وزي التنر عشان بتستخدم في مصانع برضه الغاز المسيج بنطفيها بطفاية الرغوي هنشوف مع بعض انفكركم بالطفايات تاني احنا قلنا عندنا اربع انواع من الطفايات اول نوع طفايات الماء المضغوط وطفاية الماء المضغوط دي تطفي اي حريق مفيش فيه لكهربا ولا مي ولا مادة كيميائية ولا مواد مترولية تاني وعايزكم تاخدوا كابلكم الكلام شوية يا ابناء بنيات الطلبة قلنا عندنا اربع انواع من الطفايات اهم اربع دي نوع طفايات الماء المضغوط النوع التاني طفايات ثاني وزي الكربون النوع التالت طفايات البضرة الكيميائية الجفة النوع الرابع طفايات الرغوة عندنا كم نوع من الطفايات غير خرطيم الماء عندنا اربعة من خرطيم الماء هي تشغل مكان الطفاية دي دي في المكان المحدود والخرطيم في الاماكن المتسعة الكبير طيب عندنا أربع أنواع من الطفيات الماء المضغوط طف بها أوراق أخشاب أي حاجة ما فهاش لكهرباء ولا مواد كيميائية ولا مواد بترولية يبقى طفات الماء المضغوط أطف بها الحرائق الناتجة عن أي مادة بغض أختصر رهالكم عادة ثلاثة بس لا يصلح أن أستخدمها إذا كان حريق ناتج عن كهرباء ما تنفعش الماء إذا كان حريق ناتج عن مواد كيميائية ما تنفعش الماء لأن المواد كيميائية الوزن المتاحة أخف من الماء هتعوم على الماء بدل من الحريق في حتة صغيرة مترين وأنا ما استعمل أضخ علىها ماء هلقى الماء ماشية وأخذ معها المادة كيميائية المشتعلة ورايحة بها تولع في حتة مجاورة ومجاورة ومجاورة ولعنا في الدنيا ما ينفعش يبقى المواد يبقى طفايات الماء المضغوط أو خراطيم إطفاء المية لا تستخدم المياه في إطفاء الحرائق كنتج عن الكهرباء ناتج عن مواد كيميائية ناتج عن مواد بترولية الحرائق ناتج عن المواد الكهربية كهرباء أو مواد كيميائية أو مواد بترولية طيب في عندي مواد حرق حريق نتج عن كهرباء أو مواد كيميائية أو مواد خليف الاثنين دول الأول هنقول يبقى نستخدم طفاية ساني أكسيد الكربون يبقى في حالة حدوث حريق نتج عن مادة كيميائية أو نتج عن ماس كهربي شنوك كهرباء كابلات كهرباء يبقى نطفيها بطفاية ساني أكسيد الكربون يمكن أيضا للكهرباء اطفاية حريق نتج عن كهرباء يعني وإطفاية الحريق نتج عن مادة كيميائية بالطفاية الثالثة اللي هي طفاية البدرة الكيميائية الجفة لو كان عندي الحريق نتج عن بنزين تنر كيروسين مازوت يبقى بنطفيها بطفاية الرغون يبقى عندنا إذن أربع عنواع من الطفاية الحريقة هم قدامنا على الشاشة في الصورة هم الأربع عنواع دول لازم أبعارف لما نكون أحد فرق الاطفاق لما لاقي حريق على طول في لمح البصر في جزء من الثانية حددت نوعه نتج عن إيه فتستخدم الطفاية المناسبة فيتم السيطرة على الحريق الطفاية دي لابد من إحنا نعرف نستخدمها إحنا زي شايفين في الصورة دي شايفين التوكا الحمرة دي الحلقة الحمرة دي بتحط صبعك في الحلقة دي بقيتم جاي إيه ساحب الإيه ساحب التيلة دي البرة لأن التيلة دي عشان لما أجي شيل الطفاية المقبض ده والمقبض ده هلما أضغطتم على بعض المادة اللي جوه اللي بالطفي هتطلع من البشبوري ده وممكن يركب عليه كمان واصلة فطبعا عشان ده ما يحصلش الطفاية الطفاية يعني تتفرغ على الفاضي حاطين تيلة اسمها تيلة التيلة دي عشان أمان عشان الطفاية ما حدش يضغط كده من غير ما ياخد باله أو بيشيلها يوم جاي مفرغها أجي أعوز أستخدمها لها فاضية فبالتالي محطو الطيل عند الاستخدام بسحب الطفاية دي بصابع كده محطو الصابع فيها مجاي ساحب الطيل أكبس على الدرعين دول بإيدي على طول يمطالع المادة في شرط بقى عشان تلاقي الطفاية صالحة إنك تلاقي المؤشر الأصفر ده على الجزء الأخضر ده وجود المؤشر الأصفر في الجزء المثلث الأخضر معناها أن الطفاية مليانة بالمادة بتاعتها وفي ذات الوقت الطفاية مضبوطة ضغط هوا مناسب طب لو المؤشر ده ليته في الناحية الشمال هنا تحت المثلث الأخضر هنا كده لو هو هنا يبقى الطفاية مليانة لحد النقطة الدارة دي مليانة بالمادة الكيميائية أو المادة اللي فيها الرغوي أو سنفتو الكربون أو البودرة موجودة فيها بس ضغط الهوا ضعيف لما أجأ أشغالها مش هتطلع المادة اللي فيها ولا هتطف نتيجة إن الضغط بتاعها عايزة تزود في الشحن شوي يعني الطفاية فيها مادة سواء رغوي أو سنفتو الكربون أو بودرة المادة الكيميائية ومضغوطة لنسبة هوا بحيث لما أضغط عليها تندفع المادة وتخرج طب لو المؤشر الأصفر ده زي ما بيقول تاني في المثلث موجود على الجزء الأخضر الطفاية صالحة لاستخدام وتعمل المؤشر الأصفر لديته إنه تحت المثلث الأخضر أتصل بالشركة عشان يشحنوا الطفاية دي نسبة من الهوا بمقياس زي ما أنت واحد مثلا بيزود كويتش العرية بتاعته في مقياس عشان ما ينفجرش برضو هنا في مقياس عشان ما ينزوج طب لو لديت المؤشر الأصفر ده معد المثلث الأخضر جهة اليمين دي دلالة على إن الطفاية آه فيها المادة الخاصة بيها اللي بتطف بيها ولكن الطفاية واخده هوا ضغط زيادة هل دي فيها خطورة طبعا فيها خطورة الطفاية كده عرضة الانفجار برضو مش انت اللي تعملها اللي يعملها مختصين بملء الطفاية برضو في رقم تليفون للشركة اللي بتعمل الطفاية أتصل بيها تيجي تعمل الصيانة وهي اللي تفرغ نسبة الهوا الزيادة عشان توصل للطفاية للضغط المضبوط في خطوات هاي بسحب التيلة عشان يستخدم التفاية وبعدين ما سحبت التيلة بوجه البشبوري بتاع الطفاية على قاعدة النيران مش بحط البشبوري فوق في تجاه اللهب لسان اللهب الحرارة بتبقى تحت الولعة مشتعلة في الحاجة اللي تحت الحاجة اللي تحت دي هي المصدر النار الفوق دي لو نزلت الكمية اللي موجودة في الطفاية عليها هتطفي يبقى بوجه الخرطوم الى قاعدة الحريق للخطوة التانية او الخطوة التانية او الخطوة بكنا نقولها في الطفاية الكبيرة بسحب التيلة سحبتها الخطوة التانية اوجه البشبوري بتاع الطفاية لقاعدة الحريق القطوة الثالثة أضغط على المقبض ضغط على المقبض عشان تخرج المادة اللي في الطفاية اللي أنا حددتها بقى احنا عددنا نوع الطفاية ترسب مع نوع الحريق بحرك بقى إيه زي ما احنا شايفين في الصورة كده شايفين الساهم المقوز ده كده يعني بود البجوري كده يمين وشمال يمين وشمال على قاعدة الحريق علشان نطفق الحريق طبعا لازم يبقى عندنا جراد الرملة لأن جرد الرملة ده في غاية الأهمية جرد الرملة بيمتص المواد الكيموية جرد الرمال اللي عندنا ده مهم جدا جدا يكون في نقاط الإطفاء جرادل من الرملة الجرد ده عبارة عن جرد الصاج رخص التمن بيتميل برملة نعمة نظيفة في شفقة زلط عند حدوش حريق مادة كيموية الأول ما حط الرملة خلاص الرملة تمتص المادة كيموية وتطفي الحريق لو عندنا حريق نتج عن مواد بترولية زيتية برضو الرمال بتمتص نسبة الزيوت دي وتبدأ نسيطر على الحريق بقى لابد من وجود إيه نسبة وعداد تتناسب مع مساحة صالة الإنتاج من جرادل الرمال برضو لازم يتم مراجعة خراطيم المياه يعني احنا عندنا دلوقتي لو الخامات بلات قطن الخامة ألياف من الصوف كميات كبيرة دي كلها بتتطفى بالمية في حال تحوز حريق أكبر شوية الطفاية الصغيرة مش هتنفع وفي نفس الوقت هي بيتم إطفاقها بمية طبعا طفاية الماء المضغوط حجمها يعني اشعالة كم كيلو مية أو كم متر مية مش هتشيل متر ديها ما هتشيل مثلا 20 لتر مية الطفاية فلو الحريق أكبر شوية طبعا الطفاية مش هتاخد بالإيه؟ المساحة والقدر اللازم اللي احنا عم يحتاجينه عشان نطفي ونسطر الحريق فالحريق لو يعني نوعا ما مساحته أكبر شوية لابد إننا هستخدم خرطيم المية والخرطمة دي بيكون في عندنا حنفيات مية بمقابض بتبقى المقابض ده بتاع الحنفية دائري عشان قدر بفي عزم فتحه بيبقى تطبوصة 2.5 حسب المساحة اللي المصنع شغال فيها بيتم تركيب خرطوم المية ده في المكان بتاع المخصص ويضو ينضغط وابدأ أسحب الخرطوم بيكون مفوف على هاية بقرة وموجودة عندي فتبلوهات أتأكد خرطيدي سليمة وبعدين أبدأ نجري عملية الإطفاء طبعا إحنا لو شفنا الآدي الخرطيم قدامنا أهي زي ما عاش فيه الخرطوم ملفوف لف جيد لأنه لو تلف أي كلام الخرطوم ده ممكن يحصل له إيه؟ يحدث له تشقق والخرطوم لو حدث له تشقق يبقى الخرطوم تلف يبقى الخرطوم بيحصل له تلف أجي عايز ضغط مية عشان أوصل للحريق أبصي لاقي نسبة من التشققات اللي حصلت صربت كمية من المية في السكة وبالتالي ضغط المية عندي إيه؟ ضغط المية عندي إليه فإذا لابد إن إحنا قبل الحرائق خالص لقدر الله ومش عايزين حرائق بتحدثه أصلا لكن لابد من الاستعداد لها ولابد من التمرين على الإطفاء فلابد إن إحنا نتأكد إن عندنا حنفيات الإطفاء تعمل وضغط المية وصل فيها بالضغط المطلوب نتأكد إن خرطيم الإطفاء سليمة خرطيم الإطفاء ملفوفة لف محكم ما فيش فيها تنيات تؤدي إلى تشققها نتأكد إن البشبوري بتاع الخرطوم سليم البشبوري يعمل بكفاءة بيبقى عليه محبس عشان البشبوري ده بيساعد في دفع وضخ المية إيه؟ للأمام لإن الحريق لما بيكون نوعا ما كبير شوية فطبع بيبقى الصهد والحرارة عالية يبقى أنت لازم يكون في مسافة بينك وبين مصدر الإشتعال المسافة دي وإنت عايز توصل المية لها طبعا توصل المية لها إزاي؟ بالضغط يبقى لابد يكون الخرطوم سليم يكون البشبوري يعمل بكفاءة يكون ضغط المية من المصدر قوي عشان تقدر تدفع المية وتوصل لإيه؟ توصل لمصدر الاحتراك اللي عندنا طبعا إحنا مش بتمنى أبدا إن يحصل الاحتراك ولا عايزين يحصل الاحتراك دي كلها خسار تبقى بملايين قد تصل للمليارات كمان وممكن تحدث فيها إصابات وكده ولكن طول ما مصانع غاز نسيب بتستعد ويحصل تمرين للإطفاء أصلا هيحدث 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 شرر الماكينات بتعمل وفي حرارة كابلات الكهرباء قد تعيب ممكن عب تصنيع في كابل الكهرباء وليس عب تشغيل فنتيجة العب الموجود في التصنيع الكابل ده ممكن في لحظة من لحظات يحدث به انصهار وبالتالي يحدث منه شرار واشتعال وكل الشرار اللي بيحدث بيكون من الكهرباء بيكون مواد بيكون لحظة فجأة يعني فانت بيبقاش مستعد انت بتفاجئ ان حصل شرارة في كابل الشرارة دي تمسكت في الزغبار بدأت تحصل اشتعال احنا تكلمهمتك انك بيكون عندك سرعة رد الفعل للاطفاء اما عامل التشغيل عنده سرعة رد الفعل لإيقاف المكنة وفصل الكهرباء وخطة الإخلاق والاتصال واستدعاء الايه الدعم الدعم اللي هو هيبقى وحدة الحماية المدنية المجورة طبعا انتوا لحد الوقت فاكرين ان الموضوع يبقى ساحل في مصنع النسيج والغاز لا لما بتحدث الحريق بيبقى الامر صعب جدا وقد يخرج عن السيطرة وقد يودي بالمصنع كاملا نسأل الله السلامة وبيكوا انتوا ابناء بنات الطلبة مزيد من التقدم والتدريس وفق منية الجدرات رائع جدا واكيد طبعا كل بنت مبناتي وكل ولد من ابنائي في المدرسة اللي هو فيها المدرسة بتعمل تواصل مع حمال مدنية وهتعملك تمرين ان شاء الله في المدرسة مع رجال حمال مدنية جونتا جوا المدرسة بعد ما تعمل تمرين مرة واثنين مع المس والمسطر في المدرسة الى هنا ابنائي وبنات الطلبة نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا اليوم ارجو ان تكونوا استفدتم منها وعلى امل لقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته